موسيقى خالص الود والمحبة لكل متابعينا وبعد هذا التقرير مباشرة سنذهب إلى الأخبار الواردة عبر موقع الشروق نت من خلال صباح الشروق وحنبدأ مشاهدين الكرام بالبرهان يزور مصابي أحداث الجنينة بالصلاح الطبي قام رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول رقن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن القائد العام للقوات المسلحة يوم الجمعة بزيارة الجرحى والمصابين في أحداث مدينة الجنينة الأخيرة وذلك في مستشفى الصلاح الطبي التابع للجيش في مدينة أمدرمان وتفقد أحوال المصابين وإطمأن على الخدمات الطبية والعلاجية التي قدمت لهم وتمنيا عجل الشفاء ودوام الصحة وفي ذات السياق قدم البرهان واجب العزاء لأسرتين الشهيدين العميد رقن طيار عمر أحمد عبدالله بأمدرمان والرائد ملاح جوي فتح الرحمن سعد علي بمدينة بوري نتمنى الشفاء العجل للجرحى وأيضا نقدم العزاء لأسرة الفقيدين الخبر الثاني مشاهدين الكرام تشريع ضحايا طائرة الأنتوف في موكب مهيب شيعة جمع قفير من سكان مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور يوم الجمعة ضحايا حدثة الطائرة وهم 16 شخصا في موكب مهيب إلى مقابر القيادة العسكرية للفق 15 مشاء في المدينة وشارك في التشريع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو ورئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك والوفد المرافق للجنة العليا لمعالجة تداعية تحداث الجنينة الأخيرة وفي خبر آخر اكتمال مراسم تغيير الحرس الجمهوري جرت صباح الجمعة بالخرطوم مراسم تغيير الحرس الجمهوري أمام البوابة الجنوبية للقصر الجمهوري بحضب ضيف شرف الاحتفال اللواء الرقن أسامة الصديق جاد الله الأمين العام لملجس السيادة الانتقالي وجمع كبير من المواطنين وضباط الصف وقادة لواء الحرس وحضر المناسبة مثؤول البعثات الدبلوماسية المعتمدة في بلاد القرطوم وجاء الاحتفال متزامنا مع احتفالات البلاد بالذكرى الرابعة والستين بأعياد الاستقلال المجيد خبر آخر جلسة مفاوضات بين الحكومة السودانية وجناح عقار عقد وفد الحكومة السودانية برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي النطق الرسمي باسم وفد التفاوض محمد حسن التعايشي كان ذلك يوم الجمعة في جوبا جلسة المفاوضات مع وفد الحركة الشعبية شمال جناح مالك عقار بحضور وساطة دولة جنوب السودان وتناولت الجلسة القضايا محل التفاوض بين الجانبين وتم رفع الجلسة على ان تستأنف المفاوضات بينهما صباح الصباح هذا الخبر نكون وصلنا معكم الى اهم الاخبار الواردة عبر موقع الشروق نت وكذلك عبر صباح الشروق